بس معلش فيه أنا عايز أقف وقفة اتفض صويرة خالز يعني الشحناء البغضاء الخصام بين الناس ممكن يوقف رفع العمل نعم نعم يعني ربنا بيقعي شوء الحديث يعني تجيب كذا طريقة أو بكذا لفظ أنا بس بقول علشان يعني ناخد بالنا من بعضين شوية يا أستاذ محمد دفليلت ونكون هيينين على بعض شوية دفليلت القدر النبي كان طالع يغبر الصحابة بليلة القدر لقى الشحناء اتنين بيتشاجر وجد اتنين يتشاجر فرفعت كأن الله قد أنساها أو النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي ليلة القدر بسبب خصومة بسبب خصومة ومشاجر فما بلق باللي بيحصل النهاردة حالة الاحتقان اللي بين الناس وبين بعضها دي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما ودية اللي حابب عايز أقولها إن احنا قبل رمضان لازم نطهر القلوب شوية من الهمم الدمية والأفكار الدنيوية قبل ما نرجع لظهرات القلوب دي نتكلم إن رفع العمل فيه رفع العمل بشكل أسبوع قلنا بشكل أسبوع في الاتنين والخميس فيه رفع العمل بشكل سنوي وده طبعا بيبقى في شهر شعبان يعني العام الميلادي بينتهي في ديسمبر العام المالي في يونيا العام التشريعي عند الله تبارك وتعالى في شهر شعبان فكل مسلم عاقل لبيب عليه أن يري الله من نفسه الخير في هذه الأيام قدم لنفسك خيرا ما دمت مالك مالك من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك وهيئ جوابا سريعا إذا سمعت سؤالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما إلى جنة عدن أو في المهالك هالك لأن النبي قال الشقي من حرم المغفرة في مواسم الرحمة لما يبقى ربنا عمل لك زي أوكازيون رحمات ومغفرة وإنت ما يبقاش لك نصيب من الرحمات ديت أو المغفرة فحريم بنا قبل ما نيجي خلال هذا الشهر وقبل ما نستقبل شهر رمضان علينا أن نجدد الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا علينا أن نجدد الإيمان يا أستاذ محمد في قلوبنا لأن الإيمان يزيد وينقص الإيمان يبلى يعني يقدم زي الثوب كذا كان النبس صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أنا بس عايزة أكد أن يخلق يعني يذوب أو يعني يقدم أو ينقص فأنت احرص بقى احرص لأنت تجدد الإيمان ما هو واحد يقولك أنا عم أنا مؤمن وموحد طب عم لكل قول حقيقة لما النبي أصبح بيقول لسيدنا حريثة فما حقيقة إيمانك بيقول لسيدنا حريثة بيقوله أصبحت مؤمنا قال يا حريثة إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا طب وبعدين فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري يعني كان يصوم نهار الصيف ويقوم برض الشتاء وكأني بعرش ربي بارزة وكأني بأهل الجنة وهم يتزاورون وأهل النار وهم يتعاون أي صرخون يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا حارثة يا حارثة عرفت فلزم ولما مش يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا عبد نور الله الإيمان في قلبه الله يا رب نور الله إبقى احنا النهاردة لابد من التخليع أستاذ محمد قبل التحليع تعود النفس تمرن النفس على الطاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمله وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن خل حاجة بسيطة تحافظ عليها يعني والدوم عليها أفضل أن أنت توجهد نفسك في الطاعة وتيجي بعد يعني النهاردة أنت تقربت إلى الله أريد قرآن كتير صليت كتير جهدت نفسك في الطاعة هتيجي بعد كده تحس بالفطور فهيئ نفسك لأن الإمام علي بن نبي صلى الله عليه وسلم يقول أن نفسه بين إدبار وإقبال يعني أحياناً الواحد يحس بحماس في الطاعة وأحياناً يحس بالفطور فالنهاردة نشوف خلال هذا الشهر درب نفسك على قراءة القرآن الذكر والتسبيح الدعاء تجدد التوبة والأوبة والأهم أن نحن طهارة القلوب طيب نتكلم عن طهارة القلوب بقى شوية لأن ده مهم جداً جداً نبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني الأمر يا شيخ علي أن دائماً أنا في رأيي أنه الأمر ليس عبادات فقط وإنما هو عبادات ومعاملات يعني العبادة بينك وبين ربك الصيام لن أستفيد منه أنا صاحبك أو قريبك أو جارك أو زوجة أو زوجها يعني لن يستفيدوا من الصيام إنما أنت الوحيد إلا الصوم فإنه لي وأنا أعزي به الصلاة أيضاً أنت لستفيد منها يعني الحج أنت لستفيد منه والصدقة والصدقة برضو أنت لستفيد منها لكن إحنا بنقول المعاملات بقى اللي هي لابد أن يكون فيها موضوع القلوب سريع نعم نعم أتفضل أي شخص محمد لما نجي ببص الغاية اللي ربنا خلقنا عشانها إيه هو ربنا بيقول وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون بس ربنا جعل لكل عبادة غاية يعني مثلاً أما جاء أسألك حضرتك بتصلي ليه أنت بتحج ليه بتصوم ليه شوف عندي ربنا يقول في الصلاة وأقلم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والبيتر يبقى لها غاية تنهى تهزب الأخلاق إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس فلا يرفس ولا يسخب وين سابه أحد أو شتاء فليقول إن نساء أيضاً الصيام يهذب المعاملة والأخلاق الحج فمن حج فلا رفثة ولا فسوقة ولا جدال في الحج الحج يهذب الأخلاق الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم يبقى ممكن يكون بصلي وبعمل كل العبادات بس المعاملة كان الفيلوز أبدي يقول لك واعلم أن دين الله كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين فيلوز أبدي في المنسبة بتاع الإسان العرب يقول لك فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين